مرحبا كيف تنفيذ باكين اليوم سوف نشارك معكم مرحبا 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 ازايكم كيف انكم يوم تابعيني على قناة هدية الأكل الخبيث النهاردة هعمل لكم أكلة السمك البلطي المحمر على طريقة أمي لتستعمل 1 كيلوغرام من سمك البلطي المنظف للوصفة انها سعمل كيلو من سمك البلطي المنظف مع صفحة سأقوم باستخدام بالسكينة انا هشق في النص من الناحية ثانية من سمك البلطي لتدبلة البلطي عندي كبشة صغيرة من البقدونس جنزبيل كبشة صغيرة من الكذبرة وشطة حمرة و شوية طوم للبهارات سأستعمل ملعقة كبيرة من الملح و بابريكا و كمون أحضر باستخدام أولا من أولا من أحضر من الناحية لأن أتخلص من كل الزفارة سأقوم باستخدام البلطي ثم أحضر باستخدام البلطي باستخدام البلطي باستخدام البلطي باستخدام البلطي باستخدام البلطي باستخدام البلطي فتخ olvات أحضر عق căقل بالبهارات يحفظ ملسجة بعد ذلك عنطبع أعطي المطلوب إلى هذا المطلوب لتحضير المطلوب لتحضير المطلوب هنا أحضر السحن الجانبي والأكلة السمك البلطذية وهي الشطة فهنا عندي كبشة من الشطة الخضرة وكبشة من التوم نصف طمط ماية وقطع صغيرة من الجنزبيل وأحضر ليمون خضر عليهم لتحضير المطلوب أضع 1 تي سپون صلت و 1 تي سپون كومن للشطة دية أنا حضيف ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الكمون أفضل الطريق المطلوب أضعهم في مجرد في محتوى مستقبل أنا ببساطة حضرب كل المقونات مع بعض بالخلاط اليدوي لحدث ما يكون القوام متوسط بسراحة الشطدية سخنا نار بس هي الأكل المفضلة الجانبية لسمك البلطي لتخمير ثمت البلطي أنا هنا عندي كوباية من الدقيق اللي هو ذاتي التخمير وحضف له نصف ملعقة صغيرة من الملح نصف ملعقة صغيرة من الفلفل نصف ملعقة صغيرة من الكمون نصف ملعقة صغيرة من الكذبرة ونصف ملعقة صغيرة من البابرق أنا ببساطة هقلب سمك البلطي في الدقيق المبهر دي وحمره في الزيت السخن simply in a deep pan of hot oil I will just fry the tilapia fish until it is golden color أنا ببساطة كل اللي هامله هحمر سمك البلت ضيب في صاج غويد واليام بزيت سخن وأول ما يبتدي لونه يحمر معايا كل لونه ذهبي هطلره طوالي To enjoy a crispy fried tilapia is best that you drain in excess of oil on a sift علشان تتحصلي على بلت مدرمج أحسن حاجة تطلعيه من الزيت على المصفى This is the best fried tilapia fish because you get a flavored crispy skin but the fishy flakes inside is still moist and tender طريقة تحمير البلت دي رائعة لأن النهاية يعني ممتازة الجلدة مقرمشة من بره لكن اللحمة من جوة طرية وملبن Thank you very much for watching this video for more Sudanese, Egyptian, African or any international recipes please like, share and subscribe to my YouTube channel Gift of Food and Begging until I see you with the next recipe Bye bye شكرا جدا لمشاهدة هذا الفيديو لوصفات سودانية, مصرية, أفريقية أو حالمية الرجاء أن تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب على قناة هدية الأكل الخبيث حتى ألقاكم في وصفة جديدة يلا مع السلامة